في المقابل أردوغان يفتخر بهذه الصناعات الدفاعية التركية أردوغان يشير إلى أن هناك نوع من أنواع التطور الكبير للغاية في هذه المسألة مسألة الطائرات المسيرة وصناعات الدفاعية التركية ويدعم سلجوك بيراكدار في هذه المسألة وبالفعل هناك دول كبيرة وكثيرة ترغب في شراء الطائرات المسيرة وهذا الأمر أظهر ما يحدث الآن في الصراع روسيا الأوكراني وكيف أن كلا الطرفين في حاجة ماسة لهذا النوع من الطائرات المسيرة أوكرانيا لجأت إلى تركيا في المقابل لروسيا لجأت إلى إيران ويبدو بأن تركيا متقدمة في هذا المجال وإيران أيضا لليها تقدم في مجال الطائرات المسيرة يظهر هذا الأمر مدى احتياج الآن الدول العظمى والكبرى لهذا النوع من الطائرات في المعارك بالتحديد وإن كانت الطائرات التقليدية هامة وإن كانت الطائرات التقليدية لا يُعلى عليها لكننا في النهاية نتحدث عن أنه في ظل هذه المعارك والدفاعات الجوية والتكلفة الباهزة والكبيرة للطائرات التقليدية على غرار F-35 أو F-16 أو السوخوي إلا أننا في النهاية نلاحظ بأن الخبراء العسكريين يشيدون بأداء الطائرات المسيرة في المعارك الجميل هنا هو أن أردغان يحاول امتلاك صناعات دفاعية محلية يحاول امتلاك أسلحة مصنعة بشكل محلي للدولة التركية وأن يتم إحلال المقاتلات التركية محل طائرات F-16 الأمريكية في عام 2025 داخل الجيش التركي وهو ما يعد إنجازا كبيرا للغاية الآن المدونون والنشطاء يقولون بأنه ولأول مرة في تاريخ الدولة التركية ومنذ الدولة العثمانية يكون هناك قدرة لدى الجيش التركي على تصنيع سلاحه أمر لافت للنظر